السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خبر جديد من بي نيوز أثار شراء الأمير السعودي المعروف بدر بن عبد الله بن فرحان أغلى لوحة في التاريخ وهي لوحة سالفاتور موندي للفنال الإيطاري ليوناردو دافينتي فيما زاد علني في نيويورك بـ 54 مليون دولار أميليكي جدلا كبيرا وتحمل اللوحة التي اشتراها الأمير الملقب المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اسم سالفاتور موندي أي مخلص العالم وتمثل المسيح رافع عن يده اليمنى وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صبير صليب والأمير بدر من أقران ولي العهد إضافة إلى أنهما تزامل في مقاعد الدراسة في جامعة الملك سعود في الرياض وبعد أن آل العرش للملك سلمان الذي يبلغ الآن من العمر 81 عاما وعين ابنه الأمير محمد بن سلمان ليدير معظم شؤون الدولة عين الأمير بدر في عدد من المناصب العليا بما في ذلك منصب على صلة وثيقة بالعائلة وذع السيت بدر بن عبد الله بعد توليه رئاسة مجلس إدارة الأبحاث والتسويق بأمر ملكي عام 2015 وفي عشرين يوليوز الماضي عين بدر محافظا للهيئة الملكية المحافظة العلا التي تشكلت برئاسة ولي العهد وكان بيان صادر عن الحكومة بشأن هذه الهيئة أشار إلى أن تطوير المنطقة مهم جدا بالنسبة للخطط التي وضعها ولي العهد للملك في أفوق رؤية 2030 وفي الأسبوع الماضي بثت قناة العربية الإخبارية المملكة للسعودية تقريرا جاء فيه أن الأمير محمد بن سلمان أخذ صور سلفه مع بعض السكان المحليين بينما كان يجول في السحراء في عرب ذات ربع كما أنه يوصف بأنه واحد من مؤسس أكبر شركات عادة تدوير وإدارة الفضلات في المملكة العربية السعودية أما فيما يتعلق بقطاع العقارات التي صرحها الأمير بدر لمؤسسة كريستيزا بأنها مصدر أمواله فتنص الصير الذاتي على أنه ومنذ ما يزيد على خمسة أعوام ينشط أيضا في المشاريع العقارية داخل المملكة العربية السعودية وفي دبي وفي سائر بلدان الشرق الأوسط بما في ذلك بالشراكة مع الشركات الكبرى المعروفة ويبدو أن الأمير بدر عمل مع الأمير محمد بن سلمان على الأقل في واحد من المشاريع الكبرى وقت قام الإثنان معا بالتقدم من شركة بريث ثومبسون للهندسة المعمارية التي تخذ لوس أونجليس مقرر لها طالبا منها تصميم مجمع منتجعات ضخم بالقرب من جدة كما قام بدر في 20 سبتمبر الماضي وبصيفته رئيسا لمؤسسة إدارة بحاث والتسويق بتوقيع اتفاقية الأجل مع مؤسس بلومبرغ الشركة الرائدة العالمية الخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية وفي 20 نوفمبر الماضي عند اجتماع ولي العهد السعودي مع محمد بن سلبان مع الرئيس الفرنسي ماكرون كان بدر من بين خمسة مسؤولين تواجدوا في اللقاء كان هذا كل شيء شكرا على المشاهدة ادعمونا بالاشتراك في القناة وحفظكم الله ورعاكم